تعال اتفرج على سيف الجزيري اللي كان الناس دولك هو جاي زمالك بيعمل ايه? مش حاسين بسيف الجزيري. اتفرج اتنهاردة تطور الرهيب اللي في سيف الجزيري. اتفرج على التطور الرهيب اللي في زيزه. بلاش بلاش. دول يعام لعيبة دولية ودول يعام لعيبة مهمة كده كده. تعال طب شوف الشباب الصغيرين دول. مين يقول انه انه ان الشباب الصغيرين دول رجليهم تشيلهم في الملعب يا جماعة في متشات زي دي. بيرامدز فريق احنا مبارح بنشوف التشكيلة مرعب. مرعب وبدني مرعب. مرعب وبدني مرعب. مع فرقة ما عندهاش حلول وبدائي. يعني تعال بقولك بص على التشكيلة النهاردة. هل انت تتخيل ان التشكيلة بتاعت النهاردة دي تكسب بيرامدز ثلاثة سفر? درب. التشكيلة دي ما فيهاش بن شرقي. التشكيلة دي ما فيهاش طارق حامد. التشكيلة دي ما فيهاش فرجاني ساسي. التشكيلة دي ما فيهاش ابو جبل. التشكيلة دي ما فيهاش اي حد من الناس ديت. التشكيلة دي موجودة وعليها مجموعة من الشباب الصغيرين. يوسف اسامة على حسامة عبد المجيد على مرة نيمارة على مرة. سف فاروق جعفر على 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 على. مدرب. عشان لما قلنا من اول يوم رائب المدرب اللي بيعرف يدير ازمة طلعت الناس قالت لك وانا يبطلوا مبلغة. في البرنامج ده ما بنبلغش. في البرنامج ده بنحل الكرة فنتكلم فني فهي الكرة كده يا جماعة. الكرة فيها فنيات. ايه الحلو. اقول له يا حلو في عيونه. والزمالك حلو. بحلاوة مدربه. بحلاوة فريرة. بزكاء الراجل. وماكرو. وفنجان القهوة. انا الراجل ده بحس انه اتفرج على كل الموتشات دي قبل كده. ايه ده يا جماعة دي جا فو. قاعد برنس. ايه شوات يعني شطرانج قدامه. بتلعب دي انا دي اهي. طب دي اهي دي اهي. جاب الشباب كده حواليه لمشي كبالا على معرفش مين على بتاعه. نعمل كزا وتتروح كده وانت. ايه ده? ايه الجمال ده? تكلم على ماتش كرة النهاردة بقى? بشكل عام. ماتش كرة شرس من الموتشات اللي انت تحب تتفرج عليها. امام عشور اخدوا الكرة في اول سابت قالي دي اسرع ضرب الجزاء حصلت في الدور المصري. يتحقق يعني انا مش شفتاش. راجل اخد الكرة وبقى شارخ. مفيش مفيش. وراح دايس على الرابع ومكمل ورايح وداخل جوه منطقة الجزاء ضرب الجزاء. على طول. ازا مالك خطف بيرامدز في اول ثواني. خطفة غير متوقعة. وعجبني ان احنا اتفرجنا على ماتش. من غير بقى جس النبض بقى. الله طب ما احنا حلوين اهو يا جماعة ما احنا عندنا فرق بيتلعب كرة من غير فترات جس النبض العقيمة. عندنا فرق بتلعب كرة ويجيب جوال والماتش يبقى حلوة فرص ضيعة واحدة في القايم وانفراضات واحدة هنا واحدة هنا. هزمة. ماتش عظيم. ماتش حلو. ماتش كرة حلوة في الدور المصري. من الماتشاط القليلة الحلوة اللي تتفرج عليها وتستمتع بيها. بيرامدز فريق شرس ومع ذلك رغم شرسه رغم قوته رغم عنفوانه رغم بدنيته رغم اللعيبة المهرية اللي فيه رغم 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 على فكرة. الدماغ لما بتشتغل تقدر تعطى الكل ده. ودماغ فريرة النهاردة كانت شغالة اعلى بكتير من دماغ تاكيز جونياس اللي بالمناسبة هو من المدربين اللي بحترمهم جدا جدا. بس معلش يعني. تعال النهاردة بص على الادوات اللي في ايد تاكيز جونياس وبص على الادوات اللي في ايد فريرة. بص على اللعيبة اللي هنا وبص على اللعيبة اللي هنا وانت تعرف انا بكلمك في ايه. النهاردة رجولة لعابة الزمالك بتبان في لقطة زي لقطة الوينش. الراجل بتصاب اصابة مش ممكن هو عبدالله سعيد ما كانش يقصد. الخبطة كان قوية جدا جدا. ورغم كده الوينش كمل اخر كم دقيقة من الشروط الاولاني وخرج. وقبل ما يخرج وقبل ما الشروط ما ينتهي شايل واحدة بجول. يا جماعة السكة دي سكة ناس بتموت نفسها. السكة دي سكة ناس عايزة بطولة الدورة. عايزين لعبت الزمالك عايزة بطولة الدورة. المرات دي مصرين. رغم انه لما تبص على المشهد من كام اسبوع ما تشوفش ده. ما تشوفوش. رغم انك لما تبص على المشهد في ماتش اسوان في الكاس ما تشوفوش. شايف حالة التطور عامل ازاي؟ شايف المسافة عملت ازاي؟ شاف التطور عامل ازاي؟ تطور. ما فيش عزار. زمالك ما عندوش عزار. وصل الى مرحلة من المراحل اللي فيها نطج واقعي. قادر النهاردة يقف على رجل قدام فريق زي آآ بيرامدز. كل حاجة في اي وان.